في سباق مع الزمن يواصل رئيس الحكومة الجديدة في ليبيا عبد الحميد البيبة مساعيه لإنجاز تشكيلته الحكومية في غضون ثلاثة أسابيع من تاريخ انتخابه لتقديمها إلى مجلس النواب ليكون أمام المجلس بدوره خلال ثلاثة أسابيع أخرى ليمنح الثقة للحكومة الجديدة غير أن الأمر لا يقف عند قضية تشكيل الحكومة أو مسألة حصولها على ثقة البرلمان فاجتماع ذلك البرلمان المنشق بين الشرق والغرب قضية تهدد بعرقلة العملية السياسية وزرع الألغام في طريقها إذ أن تصريحات بعض النواب تتحدث عن جلسة منح الثقة للحكومة في طبرق بينما يتحدث آخرون عن عقدها في طرابلس في حين ذهب البعض إلى اقتراح مدينة صبراتة لعقد الجلسة المنتظرة عقيل صالح رئيس البرلمان الليبي المنعقد في طبرق من جهته بادر إلى دعوة أعضاء المجلس إلى جلسة تشاورية يوم الاثنين المقبل بمقر المجلس في طبرق بهدف وضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الثقة فور تقديم تشكيلتها لتتمكن من مباشرة مهامها بينما في المقابل توافق أكثر من مئة نائب على عقد الجلسة في صبراتة مؤكدين أنها مدينة محايدة وتتوفر فيها الظروف الأمنية كما أنها محاذية لمطار مدينة زوارة وأمام احتمالات فشل مجلس النواب في عقد جلسته ومنح الثقة للحكومة فإن محللين يشيرون إلى أن وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل التي أقرها ملتقى الحوار السياسي وعدها دستورا مؤقتا للبلاد تنص على أن ملتقى الحوار السياسي له الحق في الاجتماع ومنح الثقة للحكومة إذا فشل مجلس النواب في ذلك ما يعني أن الاتفاق السياسي الأخير ربما كتب فصل النهاية لمجلس النواب الحالي تمهيدا لمرحلة ليبية جديدة تستكمل أدواتها السياسية بإجراء الانتخابات العامة نهاية العام الجاري